ليس تخبطاً كما يبدو لأولي أهله بل هي سياسة فوضوية مدروسة اعتاد مقتدى الصدر على استخدامها للحصول على ما يريده من مكاسب سياسية مستنداً في ذلك إلى تخطيط إيراني وصراع متجذر على السلطة مع شركائه في العملية السياسية وشعبية كان يمتلكها يوماً إرثاً ولم يصنعها بنفسه لكنه ضيعها سريعاً بعد أن تكشف لأتباعه زيف دعاويه وكذب شعاراته وفي وقت يستعد ناشطون عراقيون لتصعيد زخم التظاهرات عبر نصب خيام جديدة بعد أن أحرقت ميليشيا الصدر خيامهم السابقة تبدو الساحة السياسية أمام تطورات جديدة مع الكشف عن عزم الصدر سحب دعمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بما قد يفضي إلى سقوط الأخير الذي حاول استمالة الشارع بالدعائه لقاء عدد من المتظاهرين وهو ما أغار الصدر ودفعه لاتخاذ هذا الموقف وفقا لمصادر من داخل التيار الصدري المصادر اعتبرت أن علاوي تجاوز الصدر الذي يحاول احتكار تمثيل أي إرادة شعبية ولا يرضى أن يشاركه فيها أحد مشيرة إلى أن سحب الصدر دعمه لعلاوي يعني عدم قدرته على الحصول على ثقة مجلس النواب خصوصا مع وجود معارضة سياسية لعلاوي من أطراف متعددة مثل كتلتين نور المالكي وحيدار العبادي فسحب الدعم يعني إنهاء تكليف علاوي عمليا الصدر أراد أيضا استغلال موجة الرفض الواسعة لعلاوي التي جسدها متظاهر ثورة تشرين ليعيد حساباته محاولا اللعب مجددا على ورقة الوطنية بعد أن اقترح مستشاره العسكري أبو دعاء العساوي إخراج ميليشيات القبعة الزرق من ساحات التظاهر وعدم التعرض للمتظاهرين قدم ثابتة في السلطة وأخرى في الشارع تنزل حسب الحاجة هذا هو مقتدى الصدر الذي يريد اليوم العودة عبر نافذة التظاهرات الخلفية بعد أن خرج من بابها مخلفا وراءه مجازر لا يمكن للشارع الثائر أن يغفرها أو يتناساها وبعض العاري لا يمحوه ماحن ترجمة نانسي قنقر